الألفاظ قوالب المعاني فقبل أن تنطق لفظا فكر في معناه فإن كان معصية فدعه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم وأخطر ذلك ما كان مخالفا للعقيدة ومن ذلك الحلف بغير الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك فإن كان الحلف تعظيما للمحلوف به وإعطاءه صفات الله كالتصرف في الكون فهو شرك أكبر وإن كان مجرد كلمة تجري على اللسان فهو شرك أصغر وبعضهم إذا حلف غاضبا قال أنا بريء من الإسلام إن فعلت ذلك ففي الحديث من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما فقائل هذا قد أخل بدينه ونقص إسلامه إن كان صادقا أثم بلفظه الشنيع وإن كان كاذبا أثم على اللفظ الشنيع وعلى الكذب ومن الشرك في الألفاظ قول بعضهم أنا بالله وبك وما لي إلا الله وأنت وأنا متوكل على الله وعليك قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال صلى الله عليه وسلم جعلت لله ندا بل ما شاء الله وحده وقول بعضهم للأموات مدد يا سيدي فلان ولا يدعى إلا الله ولا يطلب المدد إلا منه قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين ومنه سب الزمان والأيام قال تعالى في الحديث القدسي يؤدين ابن آدم يقول يا خيبة الدهر فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره فإذا شئت قبطهما فإني أنا الدهر أي مدبر الأمور التي تنسبونها إلى الدهر فمن سب الدهر فقد سب ربه الخالق المدبر وقول بعضهم فلان لا يرحم ولا يترك رحمة ربنا تنزل وهذا مخالف لقوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وقولهم إذا مات أحد الناس ربنا افتكره أي تذكره وهل ينسى ربنا أحدا قال تعالى لا يضل ربي ولا ينسى وقولهم في التعزية البقية في حياتك والحقيقة أن نفسا لن تموت حتى تستوفي أجلها